تعرض القطع الزراعي في اليمن لعدة أزمات نتيجة الحرب المشتعلة في البلاد للعام الثامن على التوالي ادمرت عدد من الأسواق المركزية وانقطعت الطرق بين المدن ما أدى إلى صعوبة توصيل المنتجات الزراعية لبيعها وتسويقها وهو ما يعد تحدياً أمام المزارعين فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود بشكل قياسي وارتفاع تكلفة كافة المدخلات الزراعية ولم تقتصر تأثيرات تراجع النشاط الزراعي على التضخم في الوقود فقط بل أن توقف التصدير ساهم أيضاً بخسائر كبيرة للمزارعين اليمنيين نهيك عن توسع ميليشة الحوثي في زراعة الألغام بالعديد من المزارع في الساحل الغربي الأمر الذي حرم المزارعين من زراعة الأراضي الصالحة للزراعة ويعمل أكثر من مليوني يمني في الزراعة يشكيلنا أكثر من نصف القوى العاملة في البلاد ما يجعله قطاعاً مؤثراً في حياة المجتمع في ظل انقطاع رواتب موظفية الدولة وعودة جزء منهم إلى المهن الزراعية مؤخراً عملت الأمطار الغزيرة التي تشهدها العديد من المناطق اليمنية على حدوث سيول تسببت بأثار مدمرة في الأرواح وسبل المعيشة يأتي ذلك كما تؤكد جهات زراعية محلية ومنظمات أممية بعد ستة أشهر من الجفاف الذي تسبب في فقدان الغذاء والدخل وتشير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو إلى أن تقلبات الطقس نتيجة تغير المناخ في اليمن تدفع نعدام الأمن الغذاء والجوع إلى مستويات مقلقة في الوقت الذي تعجز أغلب الأسر عن شراء الغذاء من الأسواق مع ارتفاع أسعار الأغذية عالمياً وفاق منخفاض مساحة الأراضي المزروعة في اليمن بمعدل يزيد على 38% مشكلة النقص الحاد للغذاء وقد أظهرت أبحاث البنك الدولي حول التكيف مع المناخ أن ما يقرب من ثلثي اليمنيين لا يزالون يعتمدون على الزراعة لتلبية احتياجات معيشتهم الأساسية موسيقى